مرحبا بكم أنا عصام يدام وأنا باتون نجاوي تشكل مدارس الهندسة المعمارية الصينية المختلفة بتاريخها وثقافتها الفريدة قصصا مختلفة فهي تتنوع ما بين البساطة والعناقة والفخامة حيث لا يمكن أبدا للعمارة الصينية الحديثة التفوق عليها ومن خلال هذا الفيديو سنسرت لكم قصتها والتمتع معا بعمق فن العمارة الصينية التقليدية منذ ألاف السنين ونسبة للبيئة والعادات المعيشية المختلفة في مناطق الصين المختلفة تشكلت ألماط المختلفة من العمارة الصينية والتي يمكن تقسمها تقريبا إلى ست مدارس معمارية واليوم سوف نتطرق أولا إلى العمارة من طراز هويجو تكمن عظمة العمارة في هويجو في كونها تتمتع بتاريخ عريق حيث تميزت أبنيتها منذ ألاف السنين باستخدام الطوب الأزرق والمنحوتات المصنوعة من الطوب والبوابات المقوسة المزخرفة ويتنوع طراز أبنيتها في الغالب من المنازل وقاعات الأسلاف والبوابات التسكارية أو الأقواص الشهيرة فضلا عن أن الهندسة المعمارية على طراز هويجو تجمع بين روح الجبال ومناظر الأنهار وتمزج بين جوهر العادات والتقاليد إن الأسلوب المعمارية على طراز هويجو هو الأكثر خصوصية بين الطرازات المعمارية الستة الكبرى في الهندسة المعمارية الصينية التقليدية كما يعد مثال العمارة الصينية الجنوبية تنقسم المنحوتات الخاصة بطراز هويجو إلى ثلاث أنواع تتمثل فيه المنحوتات الحجرية والمنحوتات الخشبية والمنحوتات المصنوعة من الطوب الأنماط مختلفة ولكنها تنحدر من أصل واحد وقد توظف الحرفيون المهارة مهارتهم بشكل كامل فيها حيث نجد أن كل نمط وكل نحت يكشف عن نبل وجمال العمارة التقليدية الصينية تتكون المباني القديمة في خويجو من فناء داخلي متمركز على فناء عميق محاط بجدران عالية وعندما تمطر تتدفق مياه الأمطار من السطح ذو الجدران العالية إلى الفناء مما يشكل إحساسا جماليا يعكس وحدة الإنسان مع الطبيعة ترك العديد من الأدباء الصينيون في العصور القديمة الكثير من الروائع الكلاسيكية التي تتغنى بعمارة هويجو وهو ما يظهر حب قدماء الصينيين لعمارة هويجو إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو نراكم في المرة القادمة إلى اللقاء